السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حباب اللي بعملين ايه النهاردة عن بعض هنعمل كنافة بدون فورن كنافة الطاصة طريقتها سعلا وبسيطة اسرع كنافة ممكن تعمليها لولادك بتمنى يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم وما تبخلوش علينا باللايك حط لايك وكمنت جامل منك ويلا بينا نشوف الطريقة على طول اول حاجة هنحضر السيرب او الشرباط او الشيرة عبارة عن كباية ونص من السكر عليهم كباية ونص من المية السيرب بتاع الكنافة بيكون تقيل بارد تمام كده بدوب بقى السكر بنسبة كده 80% يعني مش لازم تدوبيه تماما يعني دوبيه يعني بتساعد بس عشان لما يترفع على النار ما يحتاجش نحن اقلبه خلاص كده قلبته يعني هيكون فيه نسبة بسيطة من السكر هعصر على النص لامونة وارفع على النار من 8 دقايق ل10 دقايق لحد ما القوام بتاعي ويتقل معايا وبعد كده هسيبه يهدى وقبل ما استخدمه الكنافة هحطه في التلاجع شوية بيحيسني يكون بارد تمام تعالوا بقى نشوف الكنافة بتاعتنا كان عندي كنافة اللي هي كنافة يعني بورمة طبعا اتحضرت في الريزر فخلاص ما عادش نفع ان احنا نستخدمها في كنافة بورمة ولا كورني ولا اي حاجة فقلت بقى خلاص وظلنا جميتها هستخدمها معاكم في الوسطة طبعا لو عندك اي نوع كنافة عادي جدا استخدمي بتحطي كنافة في الفريزر وبعد كده بتطلعها وقطعها كده باديكي شايفين بتفرمها ما بتاخدش وقت خالص على عكس لما بتكون جايبها طازة بتكون صعبة في التقطيع شايفين قطعتها بالشكل ده حلوة جدا وممكن كمان تحطيها في الكبه هتعمل معاك على طول تمام كده بعد كده جبت كبهة من السمنة تقدر تستخدمي اي سمنة انت بتحبيها انا هنا استخدمت السمنة البلدي حطيت عليها كده شوية من بطرة الزعفران اللون حسيته فاتح فحطيت نقطة كمان كده واقلب وبكده اللون بتاعي كويس جيد تمام كده هبدأ بقى دلوقتي احط ايه نص الكمية ديت على الكنافة بس بعد ما حطيت السمنة افتقرت ان انا ما حطتش معلقتين كبار من السكر فهتلاقييني دلوقتي افتقر وراح اجيبهم اهم معلقتين كبار من السكر ليه يا مملك المعلقتين الكبار دلت دلت اللي بيخلي لونها كنافة دلونها دهبي وبيساعد جدا مع بطرة الزعفران فبيكون لونها وطعمها حلو جدا تمام كده اهو فرقتها كويس جدا وهتبدأ بقى تاخد اللون معايا مش عارفة من الظاهر او في الكاميرا بس اهو شايفين ما شاء الله وبتدينا اللون حلو جدا لو ما عندكش بطرة الزعفران تقدري تستغني عنها مفيش اي مشكلة خلص اهو خلصتها كلها كلها تشربت من السمنة. تعالوا بقى نجيب الطاصة ونشتغل بتاع فيها على طول. جابت الطاصة تقدر تستخدمي الطاصة مقاس ستة وعشرين او مقاس تمانية وعشرين. تمام كده. آآ وبدأت هنا بسمنة حط سمنة كتير عشان تطمني ما تلزقش منك. وطبعا آآ لو انت حابة تعملها بسطنية تقدر تعملها بسطنية ما فيش اي مشكلة. بس انا حبيت نعملها معكم في الطاصة بحيث ان اي حد يقدر يستخدمها ويقدر اي حد يقدر يعمل. بدأت اخد كده نصف المقدار بتاع الكنافة. وابدأ احطه كده في ارضية الصينية. مهم جدا وانت بتشتغلي ان بتضغطي على الكنافة كويس. وتحاول تطلع يعني بسه. جزء من الجناب بحيث لما نحط الحشوة ما تطلعش برا. تقدر طبعا تحشيها زي ما تحبي. تقدر تحشيها او تقدر تحشيها بمكسرات زي ما تحبي. اه موضوع الحشوات ده دي حاجات ترجع. المهم في الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي طريقة التسوية عشان تطلع معاك مزبوطة ونجح بازن الله. تمام كده اهو كبستها كويس. وبدأت ان اخد ايه بقى لو اي جزء ناقص اي جزء كده مش ما تزبط. بدأت اخد وزبطه. تمام كده اهو شايفين? عملنا الحرف عشان نضمن ان اي حشوة نقدر ان احنا نستخدمها ما تطلعش برا. جابت كده اي بولة عندك او اي حاجة بدأت انك كده اضغط بها بحيث ان انا اعمل طبقة تكون سميكة وكمان تكون متساوية ويكون ما فيش بقى جزء عالي ولا جزء. اهو تشايفين شكلها? تعالوا بقى نجهز الحشوة. النهاردة هنعمل لها المهلبية القشطة كدابة زي ما تسموها. هنحط كده كوباية ونصف من الحليب. انا هنا استخدمت حليب معلب لقدر تستخدمي نوع اي نوع متوفر عندك لان ما كانتش متوفر عندي في الوقت ده غير كده. هحط كده بقى دلوقتي معلقة كبيرة كده هرمية من النشا ويعليهم معلقة كبيرة من الكريم شنطيه ومعلقة كبيرة من السكر. ان شاء الله كل مقادير هسابع لكم في صندوق الوصل عشان لحبيتها ديها سكرين بتلاقيها موجودة في اي وقت. تمام هقلبهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما كل مكانات تنتزق بعضها. بعد كده ابتكرت ان انا عندي حطة اشطا كده في التلاجة قلت اجيبها حطها بجد بتفرق جدا في الطعم. لو ما عندكش اشطا ليال يوش اللبن عندك تقدر يتجيب الليال معلبة اللي في المحلات عادي. خلاص كده دوبتهم كويس جدا. وهرفح مع النار لحد ما يسخنه القوام بتاعه يتقل معي ويبقى بالشكل ده. تمام كده شايفين خلاص كده القوام معي مصبوط جدا. هبدأ بقى افضي على اسطنية بتاعتي. شايفين قوامه قدي ايه كريمي وحلو جدا. حط كمية المناسبة ويعني ما طلع ليش كتير منها يعني شوية صغيرين يعني بتعملي كوباية وربع من الحليب. خلاص كده. سبتها لما بريدت لحد شايفين ما بقت معايا عاملة طبقة مضمسكة. وبعد كده هجيب بقية الكنافة وهبدأ ان ايه اعمل الطبقة الاخيرة. شايفين طريقتها دي ايه سهلة وبسيطة وماخدش من نقطة خالص. جربوها وصدقوني هتعجبكم جدا طعمها خرافة. طبعا تقدري اتخذ كده المقانات دي كلها وتعمليها فصانية وادخلها الفرن. عملتها معاكم. واسب لكم اللينك بتاع الطريقة في اول تعليق مسبت وصندوق الوصف اذن الله. روح اشوفوها هتعجبكم جدا. آآ لانها بجد سهلة وبسيطة وتقدر تتخديمها بتعمليها بدون فرن او بفرن. خلاص كده كبستها كويس جدا. خلاص كده تمام. طبعا ما بتضغطيش قوي بيدك كده ايه بالراحة عشان ما تطلعيش الحشاب بتاعتنا. شايفين بطبطب كده بالراحة خالص عشان يسوي الشها. وجابت برضو ديت وهكبس بيها بس ما بضغطش قوي. عارفين اللي هو بزبط بس عشان تكون متساوية معي. تقدر تستغن عنها وتعملها بيدك ميش اي مشكلة. يلا انت ليست قاعدة اقوم على طول جرب الطريقة هتعجبك جدا. ويا ريت ما تبخليش عليه باللايك. خلاص ده شكل الكنافة بتاعتي. هجيب كده بقى ايه بقى النص لكوباية تستمنى. اللي بقى مننا ما تنسوهوش. وادقت اننا احطوا بقى كده على ايه على وش الكنافة. عشان تبقى ما شاء الله ما شاء الله تبقى من فوق دهبي ومن تحت كمان لونها دهبي بتبقى زمعانة طريقة بتبقى زي العسل. خلاص كده حاطيت كل كمية تستمنى. لما بحس ان البضر زعفران تقلاف جزء. ببدأ اننا دوبة ما فيش اي مشكلة. تمام كده? تعالوا بقى نرفحها للنار. عندي هنا العين الكبيرة. اكبر عين في عين البدو جاز. واطيع على نارها دي خالص وبدأ احط عليها الكنافة. وبدأ ايه كل نص دقيقة كده ولا اقلم نص دقيقة يعني ايه? اه حركها خطوة سنة بسنة. شايفين? كده. ممكن اروح مسلا اخسل حاجة على الحوض وارجع اعملها. فخليك في المطبق في الوقت ده حد ما تاخدش وقت كتير. بتاخد من تمن دقيقة لعشر دقيقة تسوية على الناحية دي. وزيهم على الناحية التانية. خلاص كده شايفين الجناب بدأت تفصل معايا. تمام كده. وبعد كده هبدأ بقى ايه? لو انت مسلا ايه تشغل ايديك يمين وشمال. ممكن تقوم جايب خلاص يا فصلت. واده تتحرك معايا بعمل باداية كده انا زي ما تشايفين. لحد ما تاخد معايا الجناب اللون دهبي كده. هعرف خلاص ان هي كده ارضيتها ستوت وقت زي الفل. جابت طبقة كده بتعلم ان اللي بقى نشوف شكلها عامل ايه? بسم الله. اهو شايفين شكلها? تحفى ما خدش منها وقت خالص. كل سلامة وتبصحها وسلامة وسعادة يا رب اللهم امين. جابت طاصة كبيرة اكبر شوية تقدر ترجعها في الطاصة هي اياها بس حسيت ان هي ممكن تتقصر مني. فقمت نقلها وحطها في طاصة الكريب دي. طبعا لو عادت طاصة الكريب تقدر تعمل فيها اي طاصة تقدر تعمل فيها الوصف بتاعت النهاردة. بس اهم حاجة اه اه تخلي بالك من تسويه. تمام كده. ده شكلها بعد ما خلصتها. حطتها كده وابدأ بقى اسقيها في الشربات. خدت معاك اديها مملك حوالي آآ سبعتاشر دقيقة. ايه رأيكم بقى في الكنها بتاعتنا النهاردة? بس اه شايفين الشربات قوموا عامل ازاي تقيل وبارد ومشاء الله ممتاز. ده شكل الكنها بتاعتنا بعد ما خلصتها. ومشاء الله بدأت تشرب كده من كل الجوانب بس لسه فيه جزء في النص هغطيها كده خمس دقيق وبعد كده هنشيلها على طول. لسه فيه جزء برضو بس انا ما استعجلها عايز انزلكوا الفيديو. مش مشكلة بقى هنزينها بقى بشوية فوزدق كده. لو ما عندكش فوزدق تقدر يتقدمها سيدة مش مشكلة. وتقدري كمان فوزداني شوية جزهين اي حاجة المتوفر عندك حطي بيه واستخدميه. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. انا استعجلت عشان خطر انزلكوا الفيديو بجد فياريت تشجعوني كده بكلمة حلوة في الكومنتات. ومن تنسوش اللايك عشان اللايك واللي بشجعني ان انا اعملكوا فيديوهات اكتر واكتر. يلا حط اللايك جميل منك وتعالوا مقطحها وارك شكلها من جوه عامل زي. طبعا احنا متفقين ان هي السخنة. لسه سخنة بردش لما بتبرد تقدر يتقطعها براحتك. هي كانت من برا بقلمشة. شايفين? ومن جوه طرية وجوسي جدا. اهو تحقيل وشوفوه. طبعا يا مش طلع قطعة منتظمة لان طبعا انا قطعتها ومكتش لسه كانت لسه سخنة خالص.